سنة 2004 وحاولت أعملها 2007 بس اتشغلت في موسخل سلاة جيلت خمس سنين وخدت فاوشة رقابة تاني وبعين 2012 وعملت فاوشة رقابة لولت ثلاث أختام على المسرحية دي ما كانش حد يصدق إلينا قلت في المسرحية كنت باتكلم على مشروع برنود الويس اللي هي صورات الجحيم العربية ما كانش لسه طلع الاسم ده اللي هم محضرينه ها وقلت أن الحرب القادمة ليست نووية إنما الحرب القادمة هي حرب فيروسية جينية وإحنا بنعرض جاه كرونا فده مش تكهن إنما دايما المثقفين أو بعض المثقفين يقول لكي بلاش نظرية المؤامرة دي بس احنا اكتشفنا نظرية المؤامرة دي طيب انت مش واخد بالك إن وعدة بالفر كان مؤامرة وتقال وقتها نحن نقولها ايه كلام ده وعدة الناس توعد الناس بوطن تاني وحاجة زي كده سايك سبيك وتقسيم المنطقة العربية قالوا معقولة ومعين بتحقق فدايما نقول تعالوا اللي هما ضد نظرية المؤامرة افترضوا واحد في المية إنه هيحصل وجهز نفسك لهذا الواحد في المية الحمد لله إن مصر مجاهزة نفسك مصر عليها ضغوط مرعبة وبقت أصبحت السلة اللي عايزين يحط فيها كل ما هو ضار كل حدودنا مشتعلة بالأسف ضغوط قاسية سواء ضغوط سياسية واقتصادية وعدم حياء من عدوك وانحطاته في إنه عايز يشعل الحرب هو اللي عايز يشعل لها لإنه مش هدفه غزة هدفه مصر العدو الصغيوني هدفه مصر ولازم نفهم ده ونبقى عارفينه وإحنا مش عدونا إسرائيل إحنا عدونا أمريكا هو فيه لو فيه وقت في البرنامج أقولك على سبعة وتسعين حرب من 1833 تاريخ أمريكا الولايات المتحدة الأسود تاريخ أسود كام حرب دخلتها وحطمت أوطان وسرقت مساحات زي ما خارج ست مخاطعات حدك عملت ماما أمريكا لا 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 ده ما كانش لسه تفضحت قويا إنما أصدقوا إن العاود الحقيقة هو أمريكا إسرائيل دي شيء هش جدا بس هو زراع إجرامي دلوقات المتحدة الأمريكية عشان كده لما اتغطي بأمريكا عريان يجب إن إحنا نخلي بالنا إحنا مش عايزين نبقى مغطين حدق ناخد بالنا من بلدنا إحنا عامنين دلوقتي ولازم كمان ناخد بالنا من هذا الكنسر أو هذا السرطان المخيف اللي هو السوشيال ميديا اللي بيخرب عقول شبابنا وأطفالنا إحنا مش فاضين بالنا مش فاضين لأ في شيء مرعب بيحصل اللي هو إزاي يعلمك المثلية ويعلمك ويدفعك للإلحاد وكمان يقناعك شوفنا في أعمال كارتون كمان ما هي كارتون أنا بكلم عن اللي أنا شوفته ويقناعك كمان إن وطنك هو متر في متر بتقف فيه في أي حتة في العالم ده وطنك يعني بيعي وطنك وأنا حذرت في أعمالي حتى في فعيلة تعمل لها بلو إن في دلوقتي لو كان حلم عدوي هو مصر فحط واحد في المية فحط واحد في المية إن حلم عدوي كده يعني واحد في المية طب أنا استعد إزاي بس طبعا